رقم 5 في اليوم الثالث على التوالي التي تصل فيها مصر إلى النهائيات أمام حضراتكم الآن اللاعب المصري محمد رحيم الكشكي يوضي الصدر الأحمر ولاعب كود بوار باتريس رومارد يوضي الصدر الأزرق بيقوم بتحكيم هذه المباراة حكم منتصف الكابتن أشرف عبد الوهاب رئيس لجنة الحكام المصرية بدأت المباراة أمام حضراتكم واللاعبين في حالة تحفز بيقوم اللاعب رحيم بكاونتر أتاك أو وجود مضاد لمجرد تحرك من لاعب كود الفوار بضربة بيكت شاجي وهو أمامية نصف لائرية وهذا ما جعل أجمهور الذي بدأ يتابع هذه الرياضة يندمج مع الركلات الصحيحة من الواضح أن لاعب كود فوار لاعب قوي جدا ومن أول ما البطولة ابتدت من أول مبارح حقوة مبارتين هنتفرج عليهم هما المبارتين دول لأن اللاعبين كل من هما حقق مراكز عالمية وكل من هما له خبرة في الملاعب اللاعبين واقعوا دي ما فاش أي حاجة ترمى أنها غير متعمدة من أحدهما الحكم بيطلب وقت مستقع لأن فيه شب التواء فيه الخدم اليمنى للاعب كود فوار اللاعب باتريس رومار هذه المباراة من الصعوبة بمكان لأن مع لعيبة حصلين على مراكز عالمية وكل من هما يعلم الآخر تماما وبالإضافة إلى ذلك أنهم يصفون على ميدالية فهبية لدولتهم تحتسب ضمن البطولة كلها اللاعبين في حالة تحفظ رحيم بيحاول يعمل أتاك ضربة النهرة تشيكي اللي هي من أعلى لأسفل ولكن اللاعب رومار قام بسطها بيادة محاولة لضرب ضربة الـ 360 اللي هي لفة كاملة مع ضربة أمامية نصف دائلية ولكن المسافة كانت رحيم وبيعمل كاونتر أتاك خلفية تيت شاجي مرة في الثانية اللاعب المصري حصل على قصر نص نقطة لأنه كان مسج أو حضم في ناعد كوتو فار وحضراتكم شايفين الجمهور كله زي ما يكون هو اللي بيلعب فيه الأرض وهو اللي بيمس المصر أكتر من أي حد تتخيل أنه هو يكون في الملعب نفسه دي بتأثر على اللاعب نفسه بيعس بمسؤولية جمدة جدا تجاه المباراة اللي هو فيها واللعبين في حال التحفز وزي ما قلت لحضراتكم المباراة من الصعوبة بمكان ويمكن أول مباراة من بداية الفطولة تكون بهذه الصعوبة اللاعب رومارك حاصل على ميدالية فضلية وميدالية فهبية بكده في طولات عالم ولاعب يعتبر من أحسن لاعبي كود فوار واللاعب رحيم الكشكي من لعبيه مهنكين وحضراتكم شوفوا الهجوم اللي فات ده هجومه هجومه ضد في نفس الثانية لأن كل لاعب متحفز للآخر تماما ويعلم أن ممكن ثانية واحدة يطير منه نقطة وانتهت الجولة الأولى وبالنسبة لنظار النص نقطة اللي حسب على لاعب مصر ده في القانون الجديد لا يحتسب إلا بعد توقيع قوبة نص نقطة تانية عليه لغاية دلوقتي بيعتبر ده الوزن الخامس اللي بتلاعب في هذه البطولة بيتبقى وزنين بكرة إن شاء الله ووزن السادس هتلاعب النهاردة بعد هذه المباراة حصلت مصر فيه الأوزان الأربعة اللي فاتت على ثلاث مدنيات زعبية والنهاردة إن شاء الله بتصطفي على اثنين من المباراة اللي قدامها دراتكم والمباراة اللي هنشوفها بتاعت اللاعب خالد الحناوي وكان النهاردة انسحب لاعب كينيا فستين ماكوكا من قدام اللاعب راهيم الكشكي قبل بعد أداية تحية وقبل أداية المباراة انسحب لاعب كينيا وكانت مفاجأة للجميع وأنا شايف نقطة اتحسبت لمصر واعتقد إنه هو الهجوم اللي كان مزدوج منه مما الاتنين أما قلت لحضاراتكم إن الاتنين مفيش فرصة ضيعوها النتيجة قدامها حضاراتكم اهتساب نقطة للاعب مصر وقصم نص نقطة عليه ولا تحتسب فيعتبر إنه هو حاصل على نقطة جملة اللاعب راهيم في حالة تحفظ حضاراتكم شايفين التركيز اللي بفوش اللاعب دلوقتي هجوم وهجوم مضاد وعمليه الضرب بالأيدي فيه وقت مستقطع مدرب لاعب كود فور طلب وقت مستقطع وأنا شايف إن واقع الصدر بتاعه مفكوف ويتعين على حجم المنتصف استقطاع هذا الوقت ولا يحتسب من فترة الثلاث الثلاث دقائق لكل جولة وعلاقكم طبعا عارفين من متابعيكم لينا في اليومين السابقين إن لاعب بيلعب ثلاث جولات كل جولة ثلاث دقائق وبينهما دقيقة راهة لاعب راهيم الكشكي بيلعب تكنيك فني عالي شوية إن هو بيبتدي يضرب بالشمال ضربة غير قوية ويكون هدفه الثاني هو الضرب بالضرب بالقدم اليومنا حجوم متواصل بين اللاعبين بالرفاصات واللكمات وأعتقد إن فيه لكمة في النص جات في رقبة رحيم ودي المفروض إن هي خاطئة وممكن إن هو يأخذ عليها نص نقطة لو حكم المنتصف شاف إن هي تستحق أو بالقوة اللي ممكن تأثر على اللاعب اللاعبين في حال التحقش ثاني وعشان حضراتكم تبقوا امتبعينا في كيفية احتساب النقطة النقطة عشان تتحسب عندنا لها ثلاث شروط إن هي تتضرب بالمكان الصحيح اللي هي الأدم بتاعت الرجل أو قبضة الإيد بالمكان المصرح به اللي هو المكان الملون في واقع الصدر بالقدم أو باليد ومكان اللي هو لابس في واقع الرأس بمنطقة القدم فقط وممنوع الضرب فيها بالإيد لحماية اللاعب والسبب الثالث المهم والذي يختلف عليه في احتساب النقطة من عدمه هو قوة المؤثرة في الخصم يعني لابد إن الخصم يتأثر من هذه الرقلة أو الضربة باليد ويظهر هذا التأثير عليه لكي تحتسب وهذا هو السبب الثالث الذي يختلف فيه العكام من حيث تأثيرها من عدمه إذا لم يتعمد اللاعب الوقوع على الأرض فلا تحتسب عليه إنذار وإذا لم يدفع فلا يحتسب إنذار على الخصم ما زالت الجولة الثانية في وزن ستة سبعين كيلو جرام في بطولة أتاكوندو الخامسة لبطولة أفريقيا الخامسة لتاكوندو أو ده معدركوا أنا ملاحظين إن لاعب الوقت الأزرق اللي هو لاعب كودفور اللاعب رومارك أشهر ضربة عنه اللي قررها دلوقتي كذا مرة من أول المباراة اللي هي ضربة النهرة تشيكي من أعلى لأسفل وطبعا طالما تكررت بيبقى بين الجولتين الخبير المصري بيقوله إن أنت على طول إيلك إن مين بتبقى جنب جسمك علشان تتفادى هذه الرصة وبتنتهي الجولة الثانية ويذهب كلا اللاعبين إلى الرقم الخاص به لاتخاذ التعليمات للجولة الثالثة والفاصلة في هذه المباراة بيقوم حكم المنتصف بإعطاء الأوراق الأربع لقاضي الممضدة الرئيسية ديوب الشرف اليوم سيد نائب السفير الكوري وسيد رئيس جهاز الرياضة ورئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ودلوقتي المخبير الكوري هان سوليم بيقوم بإعطاء التعليمات الأخيرة للاعب مصر الدولي لم تهتسب أي نقاط في الجولة الثانية ولكن بيبقى فيه ترجيح من كل حكم بوضع علامة ذي على اللاعب اللي هو يشوف أنه هو هجم أكتر أو وصل ضربة أكتر في مطقة الوجه بقواعد الترجيح المعمول بها دوليا قبل إعطاء الورقة لحجم المنتصف ولا يعلن عن هذا الترجيح تبدأ الآن الجولة الثالثة وهي الجولة الفاصلة في هذه المباراة لاعب كودفار يضرب ضربة جانبية ولاعب مصر بيأخذ كاونتر عالتاك هجوم مضاد باكستيب بيجد شاجي اللي هي خطوة للخلف مع ضربة ضربة عامية نصف دائرية وهجوم متشابك بين الطرفين واحتمال الضربة اللي كنا بنشرحها يمكن احتسابها نقطع ولكن طبعا يسير درجة الركام وزي ما قلت حضراته أشهر ضربة لللاعب الأزرق هي ضربة النهرة تشيكي اللي هي من أعلى لأسفل ودايما هو بيقررها واتلعز حضراته ذلك أثناء هذه الجولة لو كان في القانون القديم كنا زماننا لوقتي الحكام وقف المباراة لكن القانون الجديد بيقول طالما أن يوجد قادة موحدة داخل الملعب بيستمر اللعب في المباراة اللعبين في حال التحافز والتركيز واضح عليهم اللعب كود فوار بيدرب سندة ولافة زي يقول عليها بضربة خلفية ولكنها مش من القوة لدرجة أنها يمكن احتسابها ولكن بتفيد في الترجيح في نهاية الجولة وشايفين اللعب رحيم بيقوم برأسه نتيجة للضربة اللي هو خدها كهجوم مضاد مؤسرة في منطقة المسموح بيها في الهجوم والأزرق وطبعا القرار للسادة الهكام وأنا شايف أن فيه انتحام وده بيقصل أنه هو يستنى لعب كود فوار أثناء هجومه ويعمل عملية الهجوم المضاد استقنفت المباراة ورحيم مؤتمد على النقطة اللي هو خدها في الجولة الأولى وحاسب برضو أنه هو احتمال يكون خد نقطة في الجولة التانية ولفه ده مش لمصلحته لازم يوقف على الأقل ويبتد يأمل أنه هو بيهاجم علشان ما ياخدش انظار الضواران في الملعب وفعلا ابتدى أنه هو يهجم على لاعب كود فوار اللاعب باتريس رومار خلفية من لاعب باتريس مع جومين في يد اللاعب رحيم والحاكم بيوقف المباراة لخروج اللاعب رحيم خارج خط المنافسة وبتستانف المباراة مباشرة مرة أخرى ودلوقتي المباراة بتستانف في أي مكان في الملعب وانتهت الجولة التالتة وفيه انتظار إعلان نتيجة هذه المباراة ومعانا السيد العميد مصطفى شحاتة معلق التاكوندو والحاكم الدولي وبنسأله يا كبتل مصطفى من معرفة حضرتك السابقة لللاعب محمد رحيم الكشكي ايه رئيسياتك في المباراة اللي شفتها دلوقتي بالنسبة لمنافسته في الفترة السابقة والمباراة اللي حدتك شفتها دلوقتي مع لاعب كود فوار اللي حاصل على بطولات عالم سابقة هي طبعا مباراة قوية جدا جدا وأداها رحيم الكشكي بتميز في الأداء أداها رحيم الكشكي بتميز في الأداء شديد والنتيجة بتعلن ان هو حصل في الجولة التالتة زي ما أنا شايف على جولة تانية نقطة تانية أضافها لرصيده في النقط وقابل نقطة لباتريس من كود فوار عشان يرتفع رصيد رحيم الكشكي إلى نقطتين إلى نقطة واحدة ليفوز بطولة أفريقيا بوزن سبعين ستة وسبعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر